اشتركوا في القناة القمر موجود واستقر في برج الثورية ورح يستمر فيها حتى تمام الساعة 2-7 دقائق من ساعات الفجر بعدها بدو ينتقل القمر لمنزلة الدبران وهي لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 4-11 دقيقة من صباح يوم 8-9 تأثير القمر حكينا لما يكون موجود بالثور بالفترة هاي منه نشعر بالحذر أكثر ومن ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأنه ما نفكر باقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا أو قراءة رواية أما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم فيها في عنا ثلاث زوايا أول زاوية رح تكون اقتران إيجابية بين القمر وأورانوس رح تكون في تمام الساعة 6 صباحا هاي بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة 4 و 8 دقائق قبل المغرب منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة اللي رح تتشكل هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة 8 و 7 دقائق صباحا بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا بما أن القمر رح يكون موجود في الثور معناه تخلو المسار القادم رح يكون يوم ثمانية تسعة رح يكون في تمام الساعة 12 و 46 دقيقة بعد الظهر ورح يستمر لغاية تمام الساعة 9 و 27 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج لا ينتقل بعدها القمر لبرج الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر القمر المحدب 20 يوم في تمام الساعة 56 و 57 دقيقة مساء يصبح 21 يوم نسبة الإضاءة 75 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة المزاج سعيد القمر في الثور حتى يوم ثمانية تسعة مزاجه منتحس حتى ساعات الفجر بعدين برجع للسعادة يعني من ساعات الفجر بصير سعيد عشان الزوايا هاي اللي بدأت تتشكل كلها إيجابية عطارد في الميزان حتى يوم 27 تسعة المزاج برضو سعيد الزهرة في الأسد حتى يوم 12 طبعا ما زال مزاجها منتحس نسبة الانتحاس بتصل لأربعين في المية المريخ في الحمل حتى يوم تسعة تسعة بعدين ببدأ عملية التراجع طبعا هو بدأ بالانتحاسة إن شاء الله بلك اليوم أو بكرة بنزل لكم حلقة فيها معلومات كاملة عن تراجع المريخ وشو تأثيراته وإيش مخاطره إيش الأشياء المتوقعة خلال فترة التراجع طبعا فترة التراجع مدة طويلة مش مدة بسيطة فعشان هيك رح نشرح كل الأشياء اللي إلها علاقة بالتراجع بحلقة منفصلة أو ممكن بحلقة الغد تكون في المقدمة نحطها على الأساس نبلاش حلقتين وهذا والكل بقدر أنه يسمعها أما بالنسبة للمشتري المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اتناعش تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين تسعة المزاج اليوم تقريبا منتزج منقدر نسميه أورانوس في الثورة حتى يوم أربعة عشر واحد ألفين واحد وعشرين بيتراجع هو مزاجه منتحس نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين أحداش مزاجه منتزج بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم أربعة عشر مزاجه منتحس وصلنا إلى التوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر بما أنه استقر وإيجابي وفي البيت الثاني لا إلك فالفترة هذه تعطي لنفسيتك طاقة أحسن صحيح أنه المريخ شوي لأنه موجود عندك وبلش يشكل الزوايا السلبية تاعته أو بدأ يبطأ بالحركة فتأثيره أغلب بيجي على مواليد العشرية الثالثة العشرية الأولى والثانية بتيجي على المصاريف والفلوس والالتزام المالي والضغط المالي شوي بيصير عندهم شوية أمور بدها رقابة مالية العصبية والحدية في بعض الأوقات ولكن العشرية الثالثة هم أكثر ناس بدهم يضبطوا أعصابهم بالفترة هذه ويحاولوا أنهم يخلوا حياتهم تمشي بشكل روتيني بدون ما يبادروا بأي شيء جديد أو يجتهدوا بشيء جديد لأنه الفترة هذه بتصير مخيبة للآمال يعني ممكن تصير بعض الأعطال أو الأمور ما تمشي مثل ما بدك فعشان هيك بتطلب منك أنه يعني تتعامل مع الأمور بشكل روتيني ما تتعامل بذكاء أو ما تتعامل بأنه لا غصبت عنها بدها تمشي الأمور لأنه عادة إذا بتصير خيبة أمل إصابتها بتكون بتوجع أكثر من الحدث نفسه أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا القمر بما أنه استقر وبلش تشكل زوايا إيجابية زي ما حكينا في بداية التوقعات فاليوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة وتدخل تحسين على ميزانيتكم بتطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا ما تضيع الفرص وضف طاقتك الذهنية والبناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات أهم شيء أنك اليوم تناقش في وضوح حاول أنك برضو ما تغامر في المسائل المالية بشكل يعني يكون فيه منوع من أنواع المجازفة لأنه الأشياء كلها بتيجي مفاجئة أو مفاجئة على المستوى المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه فيها شوية روتينية على روتيني يعني الجو فيها على مستوى اتصالاتك وتنقلاتك حواراتك نقاشاتك يعني بتتعامل على حسب طبيعتك ما فيه أي شيء مثلا رح يتغير اليوم إلا إذا كان طالعك هو اللي بمنحك طاقة أو بمنحك أشياء ممكن تكون شوي فيها نوع من أنواع سلبية ولكن إجمالا موليد برج الحمل عندهم مشاط عندهم قدرة على التواصل والاتصالات والحوارات وسرعة البديهة عندهم عالية في منهم رح يهتم ببعض الشؤون التعليمية أو النقاش أو الحوار أو الدورات أو حتى التنقلات أو السيارات أو أجهزة الأجهزة الإلكترونية أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الأجواء أصبحت فيها نوع من أنواع الاستقرار عندك يعني وضع البيت تقريبا مستقر في نوع من أنواع تعاوم ما بينكم بين أفراد العائلة ممكن لقاء حوار نقاش موضوع معين في منك رح ينشغل في بعض المسائل اللي إلها علاقة بأحد أفراد العائلة أو مشتريات منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الزهرة صارت موجودة في بيت العاطف عندك وهي نقطة قوية صحيح أنه لسه مزاجها منتحس ما أعطت إيجابية ولكن إجمالا تضفي نوع من أنواع الحيوية عليك ولكن حاول أنك ما تنتقد أو توجه كلام لاذع أو تدخل بشؤون الأحبة لأنه المزاج لسه فيه نوع من أنواع العصبية لأنها لسه ما وصلت لمرحلة السعادة في مكانها فعشان هيك بتطلب منك نوع من أنواع الحذر أثناء تعامل مع الأحبة ولكن إجمالا الأجواء إيجابية وفيها نوع من أنواع إما مصالحة أو نوع من أنواع التقارب أو التقرب ما بينك وبين الأحبة أو ممارسة هواية معينة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء طبعا من الشمس اللي تأثيراتها على مكان العمل في بعض الأشخاص رح يعانوا من بعض الالتباسات أو الصعوبة في إنجاز بعض الأعمال ولكن إجمالا الأجواء فيها قدرة على إنجاز بعض الأعمال ولكن الوضع الصحي هو اللي بيحاجي لبعض الرقابة أما بالنسبة للبيت السابع فالعطار طبعا هو اللي بدعم العلاقة ما بينك وبين الشركاء وبعمل تقارب ما بينك وبين الشريك أو مصالحة أو حتى تعامل جيد ما بينكم خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء الروتينية على مستوى الأموال المشتركة يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم بأموال الغير أو الأموال اللي ما بتعود لك أو القروض أو الديون أما بالنسبة للبيت التاسع برضو نفس الشيء ما في أي تأثيرات ولكن إجمالا أنا بشوف يعني بعضكم رح يهتم ببعض الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل العلمية أو الجامعية أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا هنا بيت السمعة منقول لك دير بالك ما تشوي سمعتك ما تغامر ما تجازف ما تدخل بأشياء مشبوهة ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الحدية اللي شوي بتهدد السمعة والاستقرار الوظيفي بدك تنتبه من هاي المسألتين أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى بيت الأصدقاء ممكن تلتقي مع بعض الأصدقاء أو تهتم ببعض الأصدقاء بشيء معين ممكن تحملك هاي توجيه لدعوة حضور حفلة مناسبة لقاء أصدقاء بشكل مفاجئ أو حوار أو اتصال يعني فيه نوع من أنواع الاهتمام ببعض الأصدقاء ممكن تستفيد من علاقاتك الاجتماعية خلال هذا اليوم وممكن تتحقق أشياء كان صعب أنك تتحققها لحالك يعني بدك شخص يساعدك في بعض الأمور أما بالنسبة لأبيتك 12 فطبعا نبتون واليوم الأجواء تبعته شوي ضاغطة فعشان هيك تدير بالك من التوهم أو الأوهام أو الشعور بالقلق لا تهمل صحتك لا تهمل أعمالك حاول تهتم بغذاءك وراحتك وبرضو في نفس اللحظة ابعد عن الوساوس ودير بالك من الأحلام اللي رح تكون أضغاث أحلام أو كوابيس بالفترة هاي برج الثور طبعا بما أن القمر استقر عندك واليوم رح يشكل أشياء إيجابية أو زوايا إيجابية فمعنات الأجواء اليوم بتكون ممتازة جدا ثقتكم بأنفسكم بتكون كبيرة وبعمكم النشاط أهم شأنك تبادروا لخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي الحضوض قوية والنتائج حاسمة أهم شيء أنه الفترة هاي ما بيستطيع أحد منافستك ممكن تطوي صفحة من صفحات الماضي بترتفع المعنويات مجددا لتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالية تعتبر من أفضل الفترات خلال هذا الشهر أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء بتدعمك بشكل قوي على مستوى أمور إلها علاقة مثلا بالأمور المالية ممكن تعزز بعض المكاسب ممكن تهتم ببعض الدفعات أو المشتريات أو الأمور المالية في منك رح يحصل بعض المكاسب المالية ولكن أهم إشي أنك تهتمه من بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمصاريف اللي بتيجي مفاجئة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء برضو على مستوى اتصالاتكم وحواراتكم تيجي على شكل روتيني تقريبا يعني ما فيها الشيء القوي ولكن في بعضك رح يقوم بزيارة أو نشاط اجتماعي خلال هذا اليوم إذا كان عندك حوار أو نقاش الأجواء جيدة وبتدعمك بالتنقلات برضو بالسفريات القصيرة ممتازة وعلى مستوى التعليم جيدة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء طبعا من الزهرة ما زالت بتحمل نوع من القلق أو التوتر على مستوى البيت صحيح أنه ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أو تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالبيت أو بأفراد العائلة أو اهتمامات عائلية أو مناسبات اجتماعية عائلية الأهم أنه بالفترة هاي تحاول تنجز كل أمورك ما تخلي أعمالك تتراكم عندك وبرضو ما تنزعج وما توجه اللوم لأفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ممتازة جدا على المستوى العاطفي فهاي بتعزز أشياء إيجابية بتقارب ما بينك وبين الأحبة وممكن تعمل مصالحة أو رفقة أو اتفاق ما بينك وبين أحد الأبناء مثلا أو أحد الوالدين وممكن تنجز أشياء يعني شوي إلها علاقة بالحبيب أو بهواية معينة أما بالنسبة للبيت السادس فعطارد بيدعمك بشكل قوي على مستوى مكان العمل أو العمل أو إنجاز الأعمال أو الاهتمام بالصحة يعني تقريبا الأجواء برضو بتدعمك بشكل جيد أهم شيء أنك ما تهمل صحتك وما تهمل واجباتك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى الشراكي علاقتك ما بينك وبين الزوج أو شريك المال الروتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي تقريبا الأجواء بلشت يعني تنحصر اللي هي الضغوطات يعني فيه نوع من أنواع المعاتبات أو الإنزعاج أو الزعل اللي المتراكم ولكن اليوم يعني بإيدك أنك أنت تنهي هذا الخلاف أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الأجواء على مستوى الأموال المشتركة بتحمل بعض الفرص اليوم ممكن يكون لك بعض المعاملات اللي إلها ببنك أو ضريبة أو تأمين أو مثلا ميراث أو غيبيات حتى أو مسائل إلها علاقة بالنافقة أو القضايا المالية إجمالا الأجواء بتحمل نوع من أنواع إيجابية جيدة حاول تستغلها برضو بتحمل نوع من أنواع القلق على أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع الحدية والضغط فعشانك تعطيك رغبة للسفر أو تعطي بعض فرص للسفر أو للتنقلات ولكن بالمقابل بتكون الأمور بصعوبة ما بتمشي بسهولة أهم شيء إذا كان عندك سفر أو امتحان أو قضية قضائية لأنه في صعوبة في هذا المكان حاول قدر الإمكان ما تعتمد على الحضور يعني بدك تتفقد أوراقك شنتتك حجزك موعد الطيارة الأوراق المناسبة لقضية معينة استعدادك ودراستك لا أمور إلا علاقة بالامتحانات أو المقابلات يعني بمعنى آخر ممكن تجيك أي شيء مفاجئ يعطل عليك فعشان هيك بدك تكون مستعد أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا الأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة ما في أي مشاكل بتقدر تنجز أعمال ضرورية ومهمة اليوم بمساعدة أحد الزملاء أو رؤسائك بالعمل وممكن تدافع وتعزز من سمعتك أو سمعتك الإجتماعية أو لقاءك مع أحد الأشخاص المهمين أو الأشخاص اللي ممكن يكونوا واسطة أو مساعدين لا إلك أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا الأجواء جيدة ما بينك وبين الأصدقاء بتسعد بلقاءهم أو بمجاملتهم أو لدعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء مثلا أو عزومة أو يعني جمعة معينة إلا أجواء تقريبا بتدعمك وبتقارب ما بينك وبين أصدقائك وممكن تستفيد وممكن تفيد أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا المريخ بما أنه موجود وهو بدأ يضغط بشكل قوي فموليد العشرية الثالثة تحديدا من برج الثور هذولا بدهم ينتبهوا لصحتهم ينتبهوا لعملهم ما يغامروا كثير ما يجازفوا كثير بالفترة هاي برضو غذائهم راحتهم هاي أهم الأشياء اللي بدهم ينتبهوا لها لأنه الأجواء بتسبب نوع من أنواع الضغط السلبي والمفاجآت والعداء المخفي يعني أعداء مخفيين بتآمروا عليك وخصوصا موليد العشرية الثالثة هذولا أكثر ناس منحذرهم برج الجوزاء طبعا بما أنه اليوم القمر موجود في بيت المتاعب والسقر وهو تقريبا يعني ضايل بكرة في ساعات النهار وبعدين المساء بنتقل عندك القمر فعشان هيك منقول لك أنه اليومين هذولا حاول أنك تضبط أعصابك ما في داعي للعصبية ولا الحدية ما تبادر بشيء جديد يعني حاول أنك تكون مرن شيئا ما وحاول أنك تكون حذر من الإصابات أو الوعكات الصحية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بتحمل مفاجآت على المستوى المالي فممكن تحصل بعض المكاسب المالية اللي بتجيك عادة من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم ولكن الأهم من هذا كله أنك أنت تركز بشكل جيد أنه تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات ولكن بيكون فيه غالب عليك شيئين يا إما العصبية للزيادة وردات الفعل السلبية والحدية بالطباع يا إما التهور والمجازفة والمغامرة على الجهتين بدك تكون حذر في منك ويهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالتنقلات أو الاتصالات أو النقاشات أو الامتحانات فهذولا بدهم يكونوا مستعدين بشكل جيد ومن خص بالذكر أول خمس أيام أو ست أيام من موليد برج الجوزاء هذولا اللي بدهم يكونوا حذرين أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا اليوم يعني نقدر نحكي إنه الأجواء هدت شوي عن انضغوطات الفترة الماضية يعني بشيئا ما أغلب موليد برج الجوزاء بيحسوا بنوع من أنواع الاستقرار ممكن يسمع انتقاد أو كلمة أو هيكي أمر معين يعني يزعجه ولكن إجمالا علاقاتك أو علاقاتك العائلية أو وضع البيت عندك تعاملك مع أفراد العائلة إنجازاتك اهتماماتك العائلية والبيتية ممتازة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا عطارد بيدعمك بقوة الفترة هاي بعزز من نقاط إلها علاقة يعني بالعاطفة بالتواصل مع الأحبة بالرغبة بهواية معينة بانطلاقة بنزوة يعني الأجواء تقريبا بتحمل نوع من أنواع الإيجابية اللي بتساعدك بكثير من نقاط حاول إنك تستغلها على المستوى العاطفي حتى على مستوى اللباس والحركة والإكسسورات والأشياء هاي الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الأجواء اليوم يعني ممكن تشكل لك نوع من أنواع الضغط على بعض الأعمال أو تحس أنه عمالك ما بتمشي بسهولة أو يظهر عمل يكون مزعج أو ما تقدر تحله بسهولة أو تعدله أو تشتغل فيه فعشان هيك شوي بتطلب منك الحذر مرضو بدك تنتبه لبعض التقلبات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا على مستوى بيت الشراكي الأجواء ممكن تحمل خلاف أو نقاش أو إنزعاج من الشريك أو الزوج إما لإهماله أو تقاعصه أو لتوجيهه بلغة حادة صفة الأمر أو العتاب أو اللوم ممكن هذا الإشي يزعجك فعشان هيك حاول تضبط عصابك أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا الضغطات على مستوى الأموال المشتركة فما نقول لك دير بالك ما تحاول إنك تجازف أو تغامر بالأموال وبرضه ما تدخل بأي مشروع أعلى من سقف وضعك المالي لأنه ممكن هذا الإشي يسبب لك إرباك أو ما تمشي الأمور مثل ما بدك ممكن تهتمه ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالقضايا المالية أو ضريبة تأمين أموال الغير الاهتمام بالغيبيات ولكن الأهم إنك تضبط أعصابك وتضبط مصاريفك وتحافظ على أموالك أما بالنسبة للبيت التاسع فمنك رح ينشط ببعض الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد ولكن حاول إنك ما تتدخل بشؤونهم أو شؤون غيرك محاول ما تتوجه الانتقاد أو الحدية بالطباع لأنه هذا الإشي رح ينعكس سلبا علاقتك فيهم وممكن يصير خلاف ما بينك وبينهم إذا كان عندك امتحان أو مقابلة يبدأك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضود أما بالنسبة للبيت العاشر فعلى مستوى بيت السمعة تقريبا من يقدر نحكي أنه الأجواء شيئا ما إذا ما غامرت وجازفت الأمور ممتازة ممكن يكون لك إشي على مستوى مكان العمل أو علاقتك مع زملائك رؤسائك بالعمل أو إنجاز عمل بطريقة مشتركة إلى أجواء إيجابية وبتدعمك أهم شيئا ما تتغيب وما تتأخر عن دوامك بالنسبة لبيتك 11 طبعا المريخ موجود بقوة فعشانك يبلش الضغط يصير فلا تثق بصديق بالفترة هاي يعني خذها هاي قاعدة فترة الأربع شهور القادمة هاي لا تثق بكلام صديق مهما وعدك إلا إذا نفذ لأنه رح يخيب أملك في كثير من الوعود بالفترة القادمة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء موليد العشرية الثالثة هم اللي بدون يحذروا أثناء تعاملهم مع أصدقاهم أكثر شيء بالنسبة لبيتك 12 طبعا بدك تنتبه لا تراكم بعض الأعمال القمر زي ما حكينا في بيت المتاعب فاليوم بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني انجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم بسود نوع من أنواع الهدوء والملل وتراوح الأعمال مكانها وبيخيب أملك لسبب أو لآخر لا توقع على عقد وما تحسم أمر فترة فارغة من الطاقة والحظ فما تراهن عليها برج السرطان طبعا اليوم عندكو نوع من أنواع النشاط القمر صار موجود في مكان حليف لا إلك بيدعمك ولكن حاول أنك تستغل اليوم ونهار الغد لإنجاز كل الأعمال الضرورية والمهمة لأنه شوي القمر رح ينتقل وصير في بيت متاعبك من مساء الغد فعشان هيك حاول تستغل كل أمورك خلال هذا النهار اليوم في نوع من أنواع التعامل الجيد ما بينك وبين بعض العلاقات ممكن تستغل معرفة أو علاقة لإنجاز أمر معين أو لإتمام شيء معين أو تستغل العلاقات الاجتماعية يعني في نشاط عالي جدا اجتماعيا أو مع بعض الأصدقاء خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء من الزهرة شوي بتضغطك ماليا أو بتضغط على المصاريف أو تعمل نوع من أنواع الإحباط أو ممكن تعطي المسألة مالية أو ظهور مصاريف غير اعتيادي بالفترة هاي بشكل مفاجئ بدك تكون حذر وبعد عن المصاريف لزيادة والمغامرات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تحمل نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وسرعة البديهة عندك عالية رغبتك بالسفر والتنقلات والاتصالات عالية جدا خلال هذا اليوم ممكن تقنع بعض الأشخاص بحوار أو بنقاش معين أو بأمر معين أو بصفقة أو بسلعة بتحاول تسوقلها بدك تبيعها أو مثلا موضوع العلاقة بالسيارة أو بالتليفونات أو الامتحانات المدرسية يعني تقريبا الأجواء إيجامية ودعمة على مستوى بيتك الثالث إجمالا أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا عطارد اللي موجود بيعزز من علاقتك مع العائلة وأفراد العائلة وبعمل نوع من أنواع التقارب وقدرة على إقناع أفراد العائلة بأمر ما يعني سرعة البديهة عالية في منك رح يهتم ببعض المسال اللي إلها علاقة إما بالسكن أو بيت جديد أو بمسائل إلها علاقة بالعائلة أو حوارات أو مشتريات حتى لو كانت إلكترونيات أو كماليات يعني بس أهميش أنك تقللوا من مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي بتتعاملوا على طبيعتكم يعني حواراتكم نقاشاتكم التعامل مع الأحبة روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ممكن يكون لكم بعض الاهتمامات إما بهواية معينة أو نزوة مثلا أو حب لتغيير الجو أو شغلات إلها علاقة بالتواصل مع الأبناء أو الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني بتدعمك شيئا ما على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن تبحث عن مسألة أو عن حل لموضوع بالعمل ولكن بدك تنتبه لبعض التقلبات الصحية اللي ممكن تيجيك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتكونوا حذرين أثناء تعاملكم مع الشركاء يعني بتضغط شيئا ما على بيت الشراكة أو على الأزواج أو على علاقتكم مع بعض من حوار نقاش خلاف جدال معين أو فتح موضوع قديم سوء تفاهم بدكوا تحاولوا تحافظوا على علاقتكم دون اندفاع أو تهور أو تكبير الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى الأموال المشتركة بتتعاملوا على حصد طبيعتكم ممكن تنجزوا بعض الأمور اللي إلها علاقة بالقضايا المالية أو ميراث أو حقوق مالية أو إشيئة لعلاقة بأموال الزوجة إشيئة لعلاقة ضريبة تأمين ترخيص الغيبيات برضو بكون الاهتمام فيها بالنسبة للبيت التاسع جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن اليوم تسمع خبر أو يجيك هيك معلومة مثلا كان صعب أنها تجيك بالفترة الماضية اليوم تتكشف لك الرؤية إما الموضوع هذا في أشخاص خارج البلاد أو الموضوع إلها علاقة بقضية معينة إلها علاقة بالتعليم أو بالجامعة أو زملاء الجامعة إذا كان عندك امتحان أو دراسة اليوم بدك تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحظوظ وانتبه أثناء تنقلاتك وأثناء سفرياتك إن كان عندك سفر أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا هنا بدك تنتبه بشكل كبير على مستوى بيت السمعة لأنه هذا بيت السمعة ضاغط بشكل كبير وخصوصا على موليد العشرية الثالثة أكثر ناس هم اللي بدهم يكونوا حذرين بالفترة هاي من أشياء العلاقة بمخالفة القوانين المجازفات المغامرات الأعمال الغير مشروعة الإهمال في مكان العمل والسلبية أثناء تعاملكم مع زملائكم أو رؤسائكم بالعمل هاي كلها ممكن تظهر بعض المتاعب لإلكم وتشوه سمعتكم ديروا بالكو أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الأصدقاء تعمل نوع من أنواع التقارب أو التآلف أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة يعني بمعنى آخر بتسعد اليوم في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم أهم شيء أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصل تعييد لا بأس فيك كثف ارتباطاتك باستعطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر ممكن تفرح بانتصار مهني أو اجتماعي أما بالنسبة لبيت المتاعب فما في أي تأثير للكواكب عليك يعني بمعنى آخر ما في شيء بمنعك أنك تنجز أعمالك وبرضو ما تقصر بصحتك بغذائك براحتك وبرضو اهتم بصحة أحد الأحبة خلال هذا اليوم برج الأسد طبعا القمر الآن موجود في بيت السمعة عشان هيك اليوم تكونوا حذرين من المجازفات والمغامرات الفترة هاي ما بتسمح للمجازفة أو المغامرة أو التهور بدكوا تضبطوا أعصابكم حاولوا أنكوا تأدوا واجباتكم بشكل كامل حاولوا أنهم مت خلي حد ينتقدكم أو يوجه لكم اللوم يعني بدها برضو ضبط أعصاب أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها جيدة على المستوى المالي فبتحمل لبعضكم فرص مالية بتيجي هاي عن طريق عمل إضافي مستردات هبات دعم رواتب هدية يعني فيه نوع من أنواع الحلول المالية ممكن تظهر على الساحة اليوم الأجواء إيجابية ودعملة إليك بقوة حاول أنك تستغلها أو تروح باتجاهها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى أمور العلاقة بالتواصل والاتصالات والحوارات والنقاشات عندك سرعة بديهة قوية للإقناع برضو عندك قدرة على التسويق لمسألة معينة في منك راح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات أو بالمدارس أو حث الأبناء على الدراسة يعني فيه نوع من أنواع الإيجابية حتى برغبتك للسفر أو للإلكترونيات أو للاتصالات بتكون قوية ممكن يصير فيه عندك عطل بتعلق بالسيارة أو مشكلة إلها علاقة بالسيارة أو بتليفون أو بأجهزة إلكترونية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت روتينية يعني بتنجزوا أعمالك بشكل روتيني وتعاملكم مع أفراد العائلة أو إنجازاتكم أو اهتماماتكم العائلية بتكون روتينية أهم شيء إنك تضبط أعصابك أثناء الحوارات أو النقاشات من العصبية أو ممكن يتوجه لك انتقاد أو صفة الأمر هاي اللي أنت بتكرهها فحاول تضبط أعصابك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء يعني طريقة تعاملكم مع الأحبة الروتينية اليوم على حسب طبيعتكم تتعاملوا مع أحبائكم ممكن يكون لك اليوم تعامل مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو تفكر في الكروج بس لتغيير الجو أو لتعزيز العلاقة ما بينك وبين حبيب أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا هنا بتكن تنتبهوا على أعمالك ممكن يصير أعطال أو مشاكل أو عدم القدرة على إنجاز عمل معين تتراكم الأعمال عندكم بدها شوية صبر أو شوية تركيز حاول تنجز أعمالك بوقتها انتبه لصحتك برضو من بعض التقلبات وخصوصا موليد العشرية الثالثة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا برضو روتينية على مستوى تعاملكم مع الشركاء أو مع الأزواج في منكم رح يكون له تواصل أو حوار أو نقاش بس أهمش أنكم ما تطوروه لجدال أو فرض وجهات النظر أو العصبية والحدية أثناء التعامل لأنه شوية بدك تضبط عصابك أما بالنسبة للبيت الثامن في كثير من موليد برج الأسد رح يهتموا للقضايا المالية المشتركة أمور إلها علاقة بميراث إلها علاقة بضريبة قرض مثلا أمور بنكية إنجاز بعض الأعمال أو الالتزامات الاهتمامات بأشياء إلها علاقة بالدفعات المالية الحكومية زي ترخيص ووثائق ومحاكم مالية نفقة ميراث هاي الأشياء رح تهتموا فيها بشكل كبير أهمش أنكم ما تهملوها لأنه شوي هاي بتعطي نوع من أنواعي السلبية أو ممكن تهيئ لك أمر وتطلع فيه نتائج مغيرة تماما للي أنت بتفكر فيه وبرضو بتحمل نوع من أنواع القلق على أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو أنا بتكونوا حذرين من المريخ اللي بده يبدأ يتراجع فهو بضغط الآن على موليد العشرية الثالثة تحديدا في أمور العلاقة بالسفر ممكن يعطل سفر أو يأخر سفر أو حتى يلغي سفر في آخر لحظة إذا عنده امتحان أو دراسة جامعية ممكن يصير له مشكلة من لا شيء بتكونوا منتبهين إذا كان عندكم امتحان بتكونوا تستعدوا مناقشة بتكونوا تستعدوا أثناء تأديدكم لواجبات إلها علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات أو المحاكم برضو بتكونوا مهيئين وجاهزين لأنه ممكن أن هالأمور ما تمشي بسهولة أو يكون فيها نوع من أنواع الصعوبة حتى حواراتكم مع الأجانب أو الأشخاص اللي خارج البلاد ممكن تنفهم غلط فحاول توضح وجهة نظرك بكل وضوح بدون مواربة أو اللي هي التلميحات أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة أورانوس اللي بيحدث المفاجآت تنتبهوا من بعض المفاجآت اللي بتيجي على مستوى بيت السمعة وخصوصا أنه القمر الآن موجود هو الفترة هاي مناسبة للي بيبحث عن عمل أو إدخال تعديل على عملكم تحمل هاي الفترة ضغوط على عدة أصعدة ممكن تكون فيها بتعتبر من الأيام المتوترة بتنتظرك مواجهة أو ارتباط مهم بسبب لك نوع من أنواع التوتر حاذر من العناد والمشاعر السلبية أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا نقدر نحكي روتينية تعاملكم مع الأصدقاء روتيني بيحضورك أو زيارتهم أو تواصلكم معهم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو أنت تذهب لمقابلة صديق أما بالنسبة لبيتك 12 برضو ما في أي تأثيرات للكواكب موجودة فقط انجزوا أعمالك وهتموا بغذائك وراحتك وصحتك وبرضو يعني اهتموا بالأشخاص اللي حواليكم ممكن تزور مريض أو تأدي واجب اجتماعي برج العذراء طبعا اليوم القمر مكانه مناسب جدا وبرضو بشكل زوايا إيجابية هو إيجابية بمكانه فعشان هيك اليوم رح تنشطوا كثير وعنكم حركة وعنكم التزامات وعنكم واجبات بتحبوا أنكم تأدوها ممكن تهتموا بأمور إلها علاقة بالدراسة أو الجامعات أو حتى بأمور إلها علاقة بأوراق صفر أو صفر أو مراسلات تتعلق بأشخاص خارج البلاد في نشاط عالي جدا جدا حاولوا أنه اليوم تتقربوا من أحبائكم اليوم برضو يوم ثقافي مميز أو ممكن تطلع على مجال جديد أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتدعمك من عطارد اللي الآن تواجد في بيت المال اللي بيخليك تجد حلول لبعض المسائل المالية طبعا المستفيدين لحد الآن موليد العشرية الأولى هم اللي ممكن يستفيدوا من هاي الوضعية يحصلوا مكاسب أو اهتمامات مالية أو حلول أو حتى وضع خطط لتحسين الوضع المالي أهم شيء أنه تحافظوا على أنفسكم من الالتزامات بأشياء ممكن ما تقدر توفوا فيها وتقللوا من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء روتينية على مستوى الاتصالات والحوارات الداخلية يعني هي مش روتينية يعني هي بتعطي للإيجابية أكثر فممكن تنشطوا بهاي المسائل أو تتنقلوا بأكثر من مكان أو تجيكوا مثلا شيء العلاقة بتنقل بشكل مفاجئ أو اتصال مفاجئ ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار اليوم أو أمور إلها علاقة بالسيارة أو بالاتصالات أو بالهواتف مثلا أو عطل معين أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء روتينية على مستوى البيت يعني بتتعاملوا بشكل روتيني بدون إيجابي أو سلبي على حسب طبيعتكم ما أهم شيء تضبطوا أعصابكم ما في داعي لا توجيه الانتقادات أو الكلام اللاذع لأفراد العائلة وما تنزعج من الواجبات أو الاهتمامات العائلية أو البيتية لأنه شوي فيها نوع من أنواع الضغط ممكن يعني تظهر شغلات بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا ما زال يعني تواجد الكواكب اللي موجودة في الجدي وهي ضاغطها على المستوى العاطفي اللي بتسبب خلافات ونقاشات وحوارات وجدالات ما بينكم يعني زحل شوي خف ضغطه ولكن برضو بظل أنه بتراجع ومنتحس فعشان هيك ديروا بالكم من الحوار ما بينكم وبين الأحبة لأن الفترة هاي زي ما حكينا بما أنه الزهرة بتأثر بشكل سلبي فسهل جدا أنها تنتهي علاقة عاطفية بطريقة مفاجئة أو الإعلاقات الضعيفة تنتهي بشكل سريع وبدون عودة فعشان هيك بدها ضبط أعصاب بالفترة هاي وما تراهنوا على الحضود وخصوصا زي ما حكينا موليد العشرية الثالثة أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الأجواء روتينية على مستوى العمل والصحة إنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة ما تهملوها برضو اهتموا بأمور العلاقة بالصحة ممكن تظهر بعض التقلبات اللي تيجي بشكل مفاجئ مش الإش الخطير ولكن تطلب منكم نوع من أنواع لاهتمام الصحي أو زيارة طبيب أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى الشراكي شوي في نوع من أنواع فرض الرأي أو التسلط أو الكلام أو التلميحات أو الكلام اللاذع فانتبهوا من هاي المسائل عشان ما يصير فيه خلاف ما بينك وبين الشركاء الفترة هاي مش جيدة ومش سيلبي كثير ولكن برضو بتحذر من خلافات ونقاشات حدي ما بينك وبين شركاءكم أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا بتكونوا حذرين من المغامرات المالية والمجازفات المالية زي عقود أو شراكة أو مشروع جديد أو حد يستغلكم بوضع مالي أو مراهنات مالية كلها هاي أمور يعني فيها صعوبة حتى على مستوى أمور إلا علاقة بالقضايا زي قضايا نفقة قضايا مالية ضريبة تأمين هاي كلها ممكن أن تظهر عليك يعني شوية ضغوطات أو مطالبات لا استحقاقات أو ديون مثلا أهم مش إنك ما تكفل حد وما تضمن حد أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا زي ما حكينا إن القمر الآن بتواجد في الثور بيتك التاسع بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات بتزداد راغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباءكم بتطمئن أو يطمئن خاطرك هاي الفترة وبترغب بخوط تجربة جديدة ممكن هاي الفترة تكون مناسبة لا انفتاح مع المحيط أو على المحيط أو على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما الفترة مناسبة حتى على مستوى الامتحانات وعلى مستوى الدراسة الجامعية أما بالنسبة لبيتك العاشر فهنا برضو على مستوى بيت السمعة الأجواء الروتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي تتعاملوا بأعمالكم مكان عملكم سمعتكم تعزيز سمعتكم قوية بالنسبة لبيتك 11 يعني شوي الأجواء ممكن تتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء بالنسبة لبيت المتاعب يعني الزهرة موجودة ضغطة بسلبيتها لسماعة إيجابية وضغطة على موليد العشرية الأولى فهدولة من قلهم ديروا بالك على أعمالك وانجزوا أعمالك بوقتها اهتموا بصحتكم من التقلبات الصحية وممكن تحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة برج الميزان طبعا القمر تحرك من المقابل على البيت الثامن صحيح أنه مش هالأجواء القوية لسا لبكرة المساء لتصير الأجواء لصالحك أكثر ولكن أنه شوي بتخفف من حدية الضغوط اللي بتيجي من بيت متاعبك واللي بتيجي من تواجد وتحركات القمر يعني شوي بدك حفاظ على نفسيتك حفاظ على ردات فعلك حاول ما تتوهم أمور وما تتحسس من الأوضاع وخلي ردودك دبلوماسية على حسب طبيعتك يعني أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية في بعض المسائل بتعزز بعض النقاط القوية لإلك ممكن أنه تهتم اليوم ببعض المسائل المالية اللي بتيجي عادة مستردات نوع من أنواع الدعم أو تحصيل حقوق لإلك ولكن بتظهر مصاريف أكثر من الإشي اللي داخل عليك فبدك تنتبه من المصاريف لزيادة بالنسبة للبيت الثالث يعني الأجواء الروتينية على مستوى اتصالاتك وحباراتك ولقاءاتك حتى حث أبنعك وعلى الدراسة الروتيني ممكن تنزعج من أمر ما أو حوار مع أو انتقاد من شخص ما لا تصرفاتك أو لكلامك أو لا أي شيء فهذا الإشي ممكن يزعجك ويوترك خلال هذا اليوم بدك تحذر من ردات الفعل إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد انتبه أثناء تنقلاتك بالسيارة ممكن الفترة هي تحمل عطل إما بسيارة أو بتليفونك أو باتصالاتك بدك تكون حذر وجاهز أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ما زالت الأجواء بتشكل نوع من أنواع الضغط على موليد العشرية ثالثة تحديدا العشرية الثانية والأولى شوي على الأمور العاطفية بتضغط فعشان هيك انتبهوا أثناء تعاملكم مع أفراد العائلة أو إنجاز أعمالكم المنزلية أو البيتية حاولوا أنهم ما تراكموا على حالكم الالتزامات وما تفتحوا ورشات أنتم ما درستوها غيابي خصوصا ورشات صيانة أو ديكور أو اهتمامات بيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا زي ما قلنا الاهتمامات رح تكون عالية على المستوى العاطفي أهم شيء يديروا بالكم من ردات الفعل والحساسية أو التعصيب أو المشاحنات أو الجدالات وخصوصا العشرية الأولى والثانية وما تفتحوا حوارات يعني ممكن تسبب نوع من أنواع التوتر للعلاقة أو القطيعة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل ما ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن تتوطد علاقة ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أو تنجز أعمال حتى لو بتعمل ساعات إضافية ما بهمك المهم أنه أعمالك أنت رح تقدر تنجزها الوضع الصحي شوي بيكون بحاجة لنوع من أنواع الرقابة يعني ممكن أنه تحمل نوع من أنواع القلق بدك يعني تحاول أنك التراقب صحتك بشكل جيد بالنسبة للبيت السابع طبعا بتكون تحذروا من المريخ المريخ اللي بلش يعطي سلبية أكثر وحدية أكثر بردات الفعل وخصوصا أثناء تعاملكم ما بينكم وبين شركاء المال والعاطفة ممكن تنزعج لتخييب أمالك ممكن يخييب أمالك الشريك بوعد معين أو ينقض وعد أو ينفي وعد أو ما يلتزم بوعد فعشان هيك هذا الإشي ممكن هو اللي يترك بالفترة هاي حاول أنك تبعد عن المشاحنات والجدالات قدر الإمكان عشان ما تتطور الأمور بحجم كبير وتصير سلبية كبيرة أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا القمر صار موجود في البيت الثامن تحمل لك فرصة لمكسب مالي اللي وصلها بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد أهمش أنك ما تغامر بموقعك وحاذر من النزاعات والتذمر والتمرد قم بواجباتك بشكل تام أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء الروتينية على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد يعني بشكل روتيني بتتعامل فيها أهمش اللي عنده امتحان أو قضية قضائية أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وما يرتج للأمور يعني بده يتهيئ لأي مفاجآت إلها علاقة بالأمور اللي ذكرناها بالنسبة للبيت العاشر طبعا الأجواء الروتينية على مستوى بيت السمعة ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعاملوا على حسب طبيعتكم أهمش أنك ما تتغيب عن عملك وما تهمل أعمالك وما تدخل بخلافات أو نقاشات حدي ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا الزهرة موجودة فموليد العاشرية الأولى ديروا بالكم من أثناء تعاملكم مع أصدقائكم من حوار أو نقاش أو حدية بالطباع أو ممكن أنك تنزعج من تصرف أحد الأصدقاء ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء الأصدقاء ولكن دير بالك من الحساسية أو أنك تتحسس من موقف معين فهذا الإشي رح يأثر على نفسيتك بشكل كبير أما بالنسبة لبيت المتاعب زي ما حكينا الأجواء ضاغطة ويعني رح يظل فيها نوع من أنواع ضغط الفترة القادمة على العمل على الصحة على تعطيلات لبعض الأمور ما تمشي معك بعض الأمور بسهولة لغاية ما يوصل الشمس لعيد ميلادك بعدين الأمور بتتغير بشكل جذري المهم حاول أنك تنتبه لصحتك أو صحة أحد الأحبة برج العقرب طبعا القمر صار موجود مقابلكم تماما الآن فهو بعزز مقاطئ لها علاقة بتعاون مع طرف ثاني أو مع الشركاء أو مع الأزواج ولكن هاي بتضعف طاقتكم عشان هيك بتحسوا اليوم ما عندكو طاقة كافية أو ما عندكو رغبة لإتمام كثير من الأعمال يعني بتقتصر أعمالك على الشيء الضروري صحتك بحاجة لنوع من أنواع الرقابة ما تخلي التوترات أنها تأثر عليك وبرضو يعني دير بالك من العصبية وردات الفعل اللي ممكن شوي تكون فيها نوع من أنواع سلبية أما بالنسبة للبيت الثاني الأجواء تقريبا على المستوى المالي ما فيه أي شيء خارق للعادي يعني ما فيه أي تأثيرات للكواكب فأنت على حسب نشاطاتك وإهتماماتك وعملك ووضعك الاجتماعي ممكن أنه يصير الاهتمام على الوضع المالي فيه منكو رح يحصل بعض المكاسب ولكن منكو رح يكون عنده كثير من الالتزامات والمصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء اليوم يعني العصبية زي ما حكينا سوء التفاهم تحليلك للأمور بحساسية عالية اضبط أعصابك قدر الإمكان حاول أنك ما تتحسس من المواقف مش كل كلمة تقال لازم أنت تعصب عليها أو تعتبرها انتقاد أو تعتبرها سلبية يعني شوي لأن حساسيتك عالية بالفترة هاي فبتحل الأمور بسرعة هائلة وردات فعلك بتكون عنيفة في منكو رح يتم ببعض التنقلات والاتصالات أو أمور إلها علاقة بالمدارس أو التعليم أو الطلاب أو الأبناء أو الإخوة أو الجيران أهم إشي إذا كان عندك امتحان بدك تكون حذر أثناء تنقلاتك حاول أنك ما تغامر وما تجازف أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت الروتينية يعني بتنجزوا أعمالكم بشكل روتيني على مستوى البيت والعائلة والأعمال المنزلية ما في أي شيء تقريبا يأثر إلا حديت المزاج ممكن تظهر بعض الواجبات أو الاهتمامات العائلية أو تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعلي وواجبات العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا نبتن بعزز بعض النقاط العاطفية ولكن بيخلي في نوع من أنواع الشك أو المخاوف أو الغيرة أو حتى أنه هيك القلق من جي طرف الحبيب أو مش القلق على الحبيب لا الطرف من طرف الحبيب يعني خاين بلعب بذيله بحب مهمل شغلات زي هيك الأسباب هاي هي اللي بتتعزز عندك الفترة هاي وبرضو في النفس اللحظة بتخلي نوع من أنواع القلق والخوف على الأبناء وعلى الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالمريخ بضغط بشكل قوي وخصوصا على موليد العشرية الثالثة على مستوى عملهم مشاكل بالعمل تراكم أعمال وعلى أمور إلها علاقة بالتهورات ومسائل إلها علاقة بالصحة فبتحافظوا على هاي المسائل بشكل قوي أما بالنسبة للبيت السابع فهنا من قلكوا ديروا بالكوا أثناء تعاملكم مع الشركاء أو مع الأزواج يعني صار فيه تنبيه على العاطفة على الحب والأحبة وعلى الأزواج وعلاقتكم بأزواجكم وشركاء المال أنه ديروا بالكم من تطورات سريعة وردة الفعل السريعة والغضب السريع أو الاستياء السريع حاولوا تضبطوا عصابكم ما في داعي للإنفعالات ولا للتهور بالقرارات أو إصدار القرارات المفاجئة اللي ممكن تكون يعني فيها نوع من أنواع الإجحاف أو فيها نوع من أنواع الإساءة لإلك برضو بعض الأشخاص من موليد برج العقرب تحديداً موليد العشرية الثانية بدهم ينتبهوا من أي مخالف قانونية أو أمور ممكن توصلهم للمحاكم أو للقضاء يعني بدهم يضبطوا أعصابهم من التهور أو الاستهتار في بعض الردات الفعل أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريباً نقدر نحكي روتينية على مستوى التعامل مع الأموال المشتركة ممكن تهتم بأمر العلاقة بقرض بدين بسداد دين معين يعني بس أنه الأمر الروتيني كل الأموال المشتركة بتتعاملوا معها بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت التاسع برضو باتصلاتك الخارجية أو الاهتمامك بأشخاص خارج البلاد روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الدراسة والجامعة والامتحانات والتنقلات والاتصالات والرغبة بالسفر أو أشخاص مقيمين خارج البلاد أو تعاملك مع الأجانب أو قضية قضائية يعني كلها هاي بتتعامل معها أنت على حسب طبيعتك الأهم أنه ما تجازف وما تغامر ما تدخل بامتحان أو مقابلة بدون ما تكون مستعد أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعاً الزهرة ودخلت بداية بزوايا سلبية فعشانك أول عشرية بدهم ينتبهوا من أشياء بتشوه السمعة ما في داعي للمجازفات ولا المغامرات ولا لتشويه السمعة ابعدوا عن مخالفة القوانين والأعمال السلبية الفترة هاي ضاغطة برضو في نفس اللحظة انتبهوا من بعض المشاكل اللي ممكن تصير بالعمل أو مع زملاء العمل اللي بتطلب منكم الانتباه أكثر ما تتأخر عن دوامك وما تخالف تعليمات العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء بتدعمك على مستوى بيت الأصدقاء والصداقة اليوم ممكن تستغل بعض العلاقات أو بعض المعارف لإنجاز بعض الأمور ممكن دعم معين أو إنجاز معين يعني الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة الأهم أنك تستغل معارفك وعلاقاتك ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب عطارد بيعزز نقاط كثيرة بيدعمك على مستوى العمل بعطيك قدرة على إيجاد الحلول لمسائل إلها علاقة بالعمل أو بالصحة أهم شيء إنه ممكن تحمل الفترة هاي قلق على صحة أحد الأحبة برج القوس طبعا القمر الآن صار في البيت السادس يعني فيه شوية ضغوط أو معاكسات مش بالشكل الكبير يعني ممكن تتراكم بعض الأمور ولكن عندك قدرة على إنجازها أو الاهتمام فيها أو تنظيمها اليوم حاول قدر الإمكان بس أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية تبعد عن الاكتئاب أو الكآب أو التقلب بالنفسية بتلاقي الأمور مشت معك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء طبعا من الجدي هي اللي بتضغط ما زالت على الوضع المالي مصاريف مطالبات مالية ضغوط مالية أعباء مالية كلها هاي بتيجي بسبب الكواكب اللي موجودة بالجدي اللي بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام بالوضع المالي بالتقليل من المصاريف عدم الخوض بمشاريع أو بمغامرات مالية منكم ممكن يحصل على بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم ولكن زي ما حكينا ضغط المصاريف وخصوصا على مواريد العشرية الثالثة هو الأوضح أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى اتصالاتكم وحواراتكم ونقاشاتكم حاولوا بس إنكوا تضبطوا أعصابكم إذا عندكم امتحانة أو مقابلة بدكوا تستعدوا بشكل جيد وما تعتمدوا على الحظوظ انتبهوا أثناء قيادة السيارة أو ممكن عطل في إشيء لعلاقة بالإلكترونيات أو الاتصالات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا إيجابية على مستوى البيت استقرت الأجواء شيئا ما صار فيه نوع من أنواع التحالف أو التعامل الجيد ما بينكوا بين أفراد العائلة فيه نوع من أنواع التوافق بشكل جيد وبرضه التفاهم الجيد ما بينكوا بين أفراد العائلة وتخفى الضغوط والحدية اللي كانت في الأيام الماضية طبعا إلا إذا أنت بدك تختلق مشاكل هذا أمر ثاني أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا المريخ اللي ببيتك الخامس وبشكل نوع من أنواع الحدية أو التقلب بالمزاج أو إصدارك للقرارات وخصوصا أثناء تعاملك مع الأحبة أو ضد أحد الأحبة أو الإنزعاج من تصرف حبيب يعني هاي الأجواء السلبية المريخ دائما بيكون حاد جدا بوجه انتقاد ولوم وحقد ونوع من أنواع الكره ورغبة بالانتقام وإلى ما لا نهاية هاي كلها تأثيرات المريخ طبعا قراراتك ممكن ما تكون صائبة ممكن تكون متسرعة شوي أو طبع العنيف هو اللي رح يظهر عليك أكثر حاول تضبط أعصابك ما في داعية لا تكبير الأمور أو اختلاق المشاكل وعادي جدا أي شيء أي علاقة فاشلة أنت شايف أنها فاشلة يعني عادي أنهيها بدون ما توجع راسك في هذا الموضوع برضو أضبطوا عصابك أثناء تعاملكم مع أبنائكم أو مع أحد الوالدين أما بالنسبة إلى البيت السادس فالأجواء زي ما حكينا القمر موجود في البيت السادس رغم تراكم العمل عندكم قدرة على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدول غذائكم واخذوا قسط كافي من الراحة بتتلاحق عندك الاتصالات أو بتكثر المسؤوليات العائلية والمهنية نظم وقتك وما تتأخر ممكن تهتم بإنشغالات مالية أو تساؤلات حول قدراتك على التحمل ما تشك بنفسك وأحاول أنه برضو يعني الفترة هاي بتحمل إنشغالات صحية إليك أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فبتتعاملوا ما بينكم وبين شركائكم أو ما بينكم بين الأزواج تحديدا بشكل روتيني بدون لا إيجابيات ولا سلبيات على حسب طبيعتكم أهم إشي أنه يعني ضبط الأعصاب مطلوب ما فيه إشي بخوف ولكن أنه الروتين على حسب طبيعتكم أنتم بتتعاملوا أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو روتينية على مستوى الأموال المشتركة والأمور المالية اللي إلها علاقة بالقضايا أو القضايا المالية أو الضريبة تأمين قروض ديون كلها هاي على حسب طبيعتكم تتعاملوا فيها لأنه ما فيه أي تأثيرات للكواكب من خلالها نستنتج إيش ممكن يصير أو إيش الإيجابي وإيش السلبي في هذا المكان يعني على طبيعتكم أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الزهرة دخلت على البيت التاسع ولكن دخلت بسلبية يعني وشوي منتحس في مكانها موليد العشدية الأولى بدهم ينتبهوا خصوصا اللي عندهم سفر أو عندهم تنقلات أو عندهم اتصالات بعيدة من ردات الفعل والعصبية والحدية اللي عندهم سفر بدهم يتفقدوا موعد السفر وتذكرتهم أغراضهم سيارتهم إذا بدهم يتنقلوا بالسيارة يعني بدهم يشيكوا على كل شيء خوفا من الأعطال أو من الأشياء اللي ممكن تصير بشكل سلبي اللي عنده امتحان جامعي أو تعامل مع مؤسسة تعليمية بده يكون حذر ما تدخل على امتحان بدون ما تكون مستعد وركز بشكل جيد يبل ما تجاوب أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا على مستوى بيت السمعة جيدة وبتدعمك ممكن تعزز بعض النقاط القوية لإلها علاقة بالسمعة أو علاقتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيدعمك على مستوى الصداقات والمعارف والعلاقات فبتنشط اليوم في علاقاتك أو بين علاقاتك ومعارفك ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فما في أي تأثيرات للكواكب يعني بتتعاملوا على حسد طبيعتكم أهميش أنك تنجزوا أعمالكم ما تخلوها تتراكم انتبهوا لصحتكم لغذائكم وبرضو على صحة أحد الأحبة أو أحد المقربين لا لكم برج الجدي طبعا اليوم يوم من الأيام المميز إلى أن القمر الآن صار موجود في البيت الخامس لا لكم بيت العاطفي والحضوظ وبرضو في نفس اللحظة بدعمكم بقوة في مكانه بتأثيراته باتصالاته فعشان هيك اليوم من الأيام المميزة اللي حاولوا تستغلوها بشكل قوي جدا لأي شيء بدعم من وضعكم النفسية ممتازة وبالعكس فيه شعور بالحيوية والرغبة بالتقرب من الأحباء أو ممارسة هواية أو نزهة أو نزوة أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه في بعض الاهتمامات المالية أو تحصيل مكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي أو دعم أو هبات مساعدات أو حلول لبعض المسائل المالية أهم شيء تقللوا من المصاريب أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الحوارات والنقاشات والاتصالات والتواصل عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الإقناع خيالك خصب جدا بالفترة هاي ممكن تهتموا ببعض المسائل اللي لها علاقة بالسيارات أو بالتليفونات فيه لك نوع من أنواع التعامل راح يكون ما بينك وبين أخ أو جار بشكل جيد جدا أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت بس هي اللي بتشكل نوع من أنواع الضغط فعشان هيك يهتموا بواجباتكو ومسؤولياتكو العائلية والبيتية بدون مشاكل أو خلافات أو مشاحنات ممكن تنزعج من واجبات معينة أو مصاريف أو أعطال منزلية أو صحة أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا أورانوس والقمر موجودين مع بعض اليوم بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني ما تبالغوا بتجربة حظكم المالي أنت على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي اتجنب الانتقادات وسعى لتلطيف الأجواء تستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود وسقفقات التجارية اليوم في مفاجأة أي شيء أنا ما بقدر أعرف ولكن إذا صار عندك مفاجأة معينة ملفتة للنظر يعني ما كنت تتوقعها اكتبنا إياها في التعليق عشان نعرف أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا على مستوى العمل يعني تيجي على شكل روتيني يعني بتنجزوا أعمالك بشكل روتيني اهتماماتك بالعمل بالصحة الأمور هاي ما فيها أي قلق يعني بيتك السادس وبيت المتاعب ما فيها أهل تأثيرات اللي تخوف فبتقدروا تحافظوا على صحتكم على واجباتكم على أعمالكم علاقتكم مع زملائكم رؤسائكم بالعمل برضو بتكون جيدة بالنسبة لبيتك السابع يعني هنا الزهرة يعني تقريبا انتقلت للبيت الثامن خففت من الضغوطات شوي يعني برضو تعاملكم على الأزواج روتيني بس تديروا بالكم من توجيه اللوم أو الانتقاد بتكون الأمور جيدة بالنسبة للبيت الثامن وأنا بدكوا تنتبهوا ما في داعي للمجازفات أو المغامرات المالية أو تخوضوا تجربة معينة إلها علاقة بالوضع المالي بدكوا تضبطوا أعصابكم ديروا بالكم على أموالكم ديروا بالكم من المخادعين أو النصابين أو الخسارات المالية أو القضايا المالية يعني نفقة ضريبة مجازفات أموال لإلك ما تكون أنت مستعد لقضية مالية ضريبة تأمين أي كلها بدك تكون منتبه لها أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الأجواء بتدعمك بشكل قوي جدا على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد والحوارات والنقاشات والجامعات وحتى على مواضيع السفر تدعم بقوة فعشان هيك حاول أنك تستغلها بشكل قوي حاول تستثمرها بشكل قوي بتعزز هاي الأشياء يعني أشياء إيجابية حتى على مستوى الامتحانات والمقابلات أما بالنسبة للبيت العاشر فهو بيدعمك على مستوى بيت السمعة بيعزز من علاقتك ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل بفتح لك مجالات جديدة وممكن فرص عملي جديدة أو أشياء لها علاقة بالترقية بترفيع بمنصب جديد يعني الأجواء على مستوى العمل الممتازة حاول أنك تستغلها وبرضو تدعيم علاقاتك أو معرفة أشخاص دون منصب وسمعة عالية برضو ممتازة وبتدعمك يعني في بعض الأشياء الإيجابية اللي بتدعم بقوة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل ما بينك وبين الأصدقاء ممكن تستغل صديق أو معرفة لإنجاز بعض الأعمال اللي عالقة أو ممكن من علاقة اجتماعية توطد مسألة معينة أو بعض المكاسب ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خلال هذا اليوم أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو تأدي تواجب معين أهم شيء أنك ما تدخل بخلافات ونقاشات وما تتحسس من ردات أو يكون لك ردات فعل سلبية أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء جيدة وشيئا ما على مستوى بيت المتاعب بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال وبرضو بتعطي قدرة للمحافظة على صحتك ممكن تحمل قلق على صحة أحد الأحبة انتبه أثناء أخذك لبعض الأدوي أو العلاجات لأنه ما تخربط ما تنسى هاي الأشياء بتكونوا منتبهن لها وبرضو هاي الفترة بتحمل قلق على صحة أحد الأحبة برج الدلو طبعا القمر صار في البيت الرابع الآن يعني تربيع معاك مع الزاوية أو الدرجة اللي فيها برجك فهذا الإشي شوي بضغطك نفسيا على مستوى البيت والعائلة المنزل أحداث داخلية هي اللي بتكون أكثر إشي أو شغلك الشاغل بالفترة هاي حاول إنك بس تضبط أعصابك ما في داعي للإنفعال أو للتهور أو لتوجيه اللوم ممكن تستأمن بعض المسائل ولكن ابتداء من بكرة المساء الأجواب تصير إيجابية ودعمة بقوة ممكن تظهر هاي شوية طلق أو مصاريف أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء على مستوى المالي هي المقلقيتك شوي فيه أفكار ممكن اليوم أو نسبة عالية من موليد برج الدالو ممكن يحصلوا مكاسب مالية أو هبات أو مساعدات المكاسب عادة تيجي من عمل إضافي أو تيجي على شكل هدية أو منحة أو هبة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا ضاغطة بالعصبية والحدية والرغبة بالمجازفة والمغامرة فعشان يمكنكم تكونوا حذرين أثناء تنقلاتكم انتصالاتكم حواراتكم نقاشاتكم ممكن تستاءوا من تصرف معين فيكون لكم ردة فعل سلبية أو عصبية اضبطوا عصابكم أثناء تعاملكم مع الغير انتبه أثناء قيادتك للسيارة ممكن تحمل عطل إلى علاقة بتليفون أو أجهزة إلكترونية بالفترة هاي يعني بمعنى آخر الأمور بدها نوع من أنواع سيطرة على ردات الفعل وعلى عصاب بردي بمعنى آخر إذا عندك امتحانة أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر صار موجود في البيت الرابع بوسعكم اليوم ادخال تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية خصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الأجواء صحيح ضاغطة والمسؤوليات كبيرة ولكن عندك قدرة لحلها ممكن تكون على ارتباط مهم ما بيجوز الفشل فيه أو يكون عندك ارتباط خاص جدا يعني حاول أنك أنت تأديه بوقته وتكون مستعد دله الفترة هاي برضو بتحمل نوع من أنواع المصاريف المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا على المستوى العاطفي ما في أي تأثيرات للكواكب بتتعاملوا على حسب طبيعتكم مع أحباكم ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ممكن اليوم ترغبوا في نزهة أو خروجة أو تغيير جو أو تعامل خاص ما بينك و بين الأحبة أهم شيء أنك تشحنوا حالكوا بطاقة إيجابية قدر الإمكان وتعمل توافق فكري ما بينك و بين حبيبك بدون أي خلافات أو نقاشات حادي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا يعني بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو إلها علاقة بالصحة مش بالشكل القوي ولكن إنه إجمالا ممكن تفكر في بعض المسألتين أو يشغلوا فكرك خلال هذا اليوم مش إنك تضبط وقتك وتعرف تنجز أعمالك ما تنجز أكثر من عمل مع بعض برضو بتعطيك نوع من أنواع الاهتمام بالصحة وممكن مراجعة الطبيب أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي طبعا الزهرة الآن وسلبية حكينا وانتقلت فعشان يكي بنقول لك دير بالك من ردات الفعل والعصبية والتحسس أو إنك تستفز الشريك أو الزوج بالفترة هاي فيصير في خلاف حاد ما بينكم أو نقاش حاد ما بينكم ضبط الأعصاب مطلوب أثناء التعامل مع الأزواج يعني ديروا بالكم من الخلافات الكبيرة أو توجيه اللوم والانتقادات أو حتى المعاندة بالأمر أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فبتدعمك في مسائل إلها علاقة بتحصيل أموال أو دعم معين أو مشروع أو فكرة وأهم إنك تستثمرها بشكل جيد تعرف قدراتك ما توقع على عقد بدون ما تقرأه بشكل دقيق وبرضو لو استشرت أهل الإختصاص بيكون أفضل من أنك أنت تتصرف بشكل ارتجال أو الارتجال أو الشغلات اللي هي بس أنك تعتمد على فكرتك فممكن هاي يتحقق لك مخصر وما تستفيد من إيجابية هذا الموضوع فيما يحصل بعض الأموال اللي إله أو اللي بتعود له اللي كان صعب أن يحصلها بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد وبيدعمك بقوة على مستوى الاتصالات والحوارات خصوصا مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب أو حتى على مستوى الجامعات والدراسة على مستوى الحوارات والنقاشات المفتوحة الثقافة دورة معينة الأجواء برضو إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء الروتينية على مستوى بيت السمعة ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعاملوا على حسب طبيعتكم حتى مع زملائكم ورؤساكم بالعمل بالنسبة لبيتك 11 بتدعمك على مستوى الأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء بالنسبة لبيتك 12 طبعا الجدي فموليد العشرية الأولى والثالثة هذول اللي بدهم ينتبهوا من تراكم العمل التقلبات الصحية وأمور إلها علاقة بالوعكات أو القلق على صحة أحد الأحبة شوي بتكن تنتبهوا للمسائل هاي ما في داعي للمغامرات ولا للمجازفات اللي فيها مخاطر برج الحوت طبعا اليوم القمر موجود في بيتك الثالث وهو بيت قوي جدا لا إلك بعزز من نفسيتك وثقتك بالنفس بعطيك قدرة وجراءة يعني عالي جدا برضو دمث وفي نفس اللحظة ملفت للانتباه للجنس الآخر ممكن اليوم يكون لك اهتمامات خاصة شوي بس ما تخلي الأفكار السودة هي اللي تسيطر عليك يعني ما تتقلب بمزاجك الأمور الباقي إجمالا فيها نوع من أنواع الإيجابية وبتعزز مكاسب حلوة إذا استغلتها صحة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء من المريخ ما زالت بتضغط خصوصا عن موليد العشرية الثالثة بالمصاريف أو الدفعات أو الالتزامات موليد العشرية الأولى والثانية ممكن يحصلوا بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات أو نوع من أنواع الفرص المالية اللي بتيجي بشكل مفاجئ لهم ومنهم ممكن يحصل على هدية أو دعم معين أما بالنسبة للبيت الثالث فمنقول الأجواء اليوم جيدة جدا فبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة أو السفر أو الاتصالات فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتع بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف أهمش أنك ما تسكت اسمع صوتك بدعوك لا تنظيم جدول أعمالك بتفادي لا إهمال أو للتقصير أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى بعض المسائل اللي إلها علاقة بالبيت الأجواء الروتينية تقريبا بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات أو المشتريات أو المسائل العائلية اللي بتطلب تواجدك ممكن تهتم بأحد أفراد العائلة أو تتواصل ما بينك أو صير تواصل ما بينك وبين أخ أو جار لأجل مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي برضو بتتعاملوا على حسب طبيعتكم يعني ما في أي تأثيرات نقول سلبية يعني بتتعامل أنت والحبيب ممكن تفكر في نزهة نزوة تغيير جو ترفيه تجميل أشياء من هذا القبيل ولكن بما أن الزهرة حاد بالزوايا تاعته منقول لك تجميل أجلها كمان أكمن يوم بكون أفضل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء طبعا الزهرة وإنها هي اللي بتضغط فعشان منقول لكم راقبوا أعمالكم ما تهملوها إنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة بدون ما تتقاعصوا بإنجاز أعمالكم في منكم راح يكون له بعض الاهتمامات الصحية أو مراجعة طبية أو تقلبات صحية أو قلق أو خوف من مسألة إلها علاقة بالصحة حاولوا ما تهملوا أي عارض وتستشيروا طبيبكم أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي جيدة وتدعمكم بشراكاتكم أو تواصلكم أو اتصالكم أو حواركم ما بينكم بين الشركاء أو ما بينكم بين الأزواج إلى أجواء إيجابية وبالدعم من علاقاتكم بشكل قوي وبرضو بتعمل نوع من أنواع التراجع عن قرار ما أو الرغبة بمصالحة ما أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا عطارة اللي بيفتح المجالات على أوسع أبوابها على مستوى القدرة على التحصيل على مكاسب أو على دعم أو على أشياء لها علاقة ببعض الأشياء اللي لها علاقة بالأموال المشتركة ممكن قضايا بنكية ممكن قضايا مالية ممكن أمور نفقة ميرات أمور غيبية كلها هاي بتعطي قدرات عالية اليوم للاستفادة منها يعني حاول أنك تستغلها بالشكل الإيجابي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بفتح لك مجالات على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل وقدرتك على إيصال الرسائل ولكن إذا كان عندك امتحان جامعي تحديدا أو مقابلة مهمة على مستوى شركات كبيرة بدك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحظ أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة منقدر نقول أنه يعني ما في أي تأثيرات للكواكب بالعكس أنت محافظ على سمعتك بشكل جيد عندك بعض الاهتمامات رح تكون في مكان عملك أو مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل وعلى حسب طبيعتكم بتتعاملوا فيها يعني ما في أي تأثيرات للكواكب عليها بالنسبة لبيتك 11 جيدة على مستوى الأصدقاء على مستوى المعارف ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالفترة هاي ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى أمور إلا علاقة بدعوة حضور حفلة مناسبة مجاملة ممكن أحد الأصدقاء يدعمك في مسألة ما أو يعمل لك تقارب جيد ما بينك وبين أصدقائك أو ممكن تحقق غاية معينة من واسطة أو من معرفة أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا خالي من أي تأثيرات للكواكب يعني بمعنى آخر عندك قدرة لإنجاز أعمالك وإتمام أعمالك بوقتها أهم شيء أنه ما تخليها تتراكم برضو حاول أنك تراقب غذائك وراحتك وتأخذ قسط من الراحة من وقت لآخر صحيح أنه اليوم أنت ما رح تهدى من كثرة التناقلات والاتصالات أو عندك نشاط عالي ولكن حاول أنك ما ترهق حالك كثير برضو في نفس اللحظة هاي يعني يوم زي هذا اليوم يعني ممكن إذا فيه قلق على صحة أحد ممكن تكون قلق على صحة أحد الأحبة أو رغبة للتواصل مع أحد الأحبة أو ممكن حدث معين هو اللي يزعجك أما إشي خاص فيك الأجواء تقريبا كلها إيجابية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر